بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلبات وطالبات الصف الاول التجاري والفندقي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية طبعا الموضوع خلاص كده الترم ابتدى والترم بتاعنا الترم التاني ترم مدته قليلة جدا مش عايزين الوقت يسرقنا مش عايزين نكتشف ان الامتحان بعد ايام واحنا لسه مش مذاكرين ومش مستعدين لدخول الامتحان تمام السؤال اللي اتكلمنا عليه في الحلقات السابقة كان اهم سؤال بالنسبالي وعليه اكبر درجة فيه امتحان السكرتاريا باللغة الانجليزية اللي هو الستيتمنت اوف اكاونت الستيتمنت اوف اكاونت اللي هو كشف الحساب مفتاح الحل بتاعه زي ما اتفقنا اني اقدر اميز بين العمليات المدينة والعمليات الدائنة ادر تميز بين العمليات المدينة والعمليات الدائنة هحل السؤال ببساطة مش عايز عندي مشكلة خالص فيه نعلم على العمليات المدينة ونفصلها لوحديها وبعد كده بنبدأ ان احنا ننقص منها العمليات الدائنة وطبعا في خانة خاصة بالارقام الخاصة بالعمليات المدينة وخانة تانية خاصة بالارقام الخاصة بالعمليات الدائنة اه طبعا انتهينا من السؤال الخاص بالستيتمنت اوف اكاونت في الحلقة السابقة لكن هنبدأ بوسائل سداد الديون وسائل سداد الديون اللي هي means of payment علينا دين مبلغ معين عايزين ندفعه ممكن ادفع المبلغ ده كاش نقدن يعني ممكن ادفع المبلغ كاش الكاش ده اسمه كاش payment السداد النقدي وده بيتضمن وسلتين للسداد الكاش كاش يعني ايه؟ يعني ندفع نقدن مقابل ايصال الايصال ده الايصال هو الورق اللي بتثبتين دفعت انت اخدت مني فلوس مقابل الفلوس اللي انت اخدتها لازم تديني ورقة عشان اثبت بيها اني دفعت المبلغ اللي علي ممكن انت تنسى ممكن انا ادفع مبلغ نقدن واللي استلم مني الفلوس ينسى المبلغ ده ده انا ما اخدتش منك حاجة ايه اللي يثبت ان انا دفعت مبلغ من المال نقدن الايصال الكاش اسمه كاش نلاقي بيه كده في الوسط مش هننطقها خالص واضح؟ كان عندي طالبة بتسألني يا مستر يعني لازم نقول ايوة ايوة كلمة دي ممكن حضرتك تبقى واقف في محل سوبر ماركت ولا حاجة وبتحاسب على الحاجات يقول لك اتفضل يبقى انا فاهم هو راجل ده بيكلمني بايه؟ ده انا راجل في سنوي تجاري فني والحاجات دي اساس دراستي واساس شغلي ما ينفعش يبقى في حاجات حوالي مصطلحات مهمة زي كده كده قلنا البزنس مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية بتجيني مصطلحات تجارية بتفدني في الحياة العملية بعد كده لو انا طبعا اهتميت بيها من البداية دي هتبقى حصيلة رائعة بالنسبة لي من المصطلحات ومن المعلومات اللي ابدأ ان انا استفيد بيها في حياتي سواء حياتي خارج الدراسة او في حياتي داخل مهنتي ان شاء الله بنتمنى لكم مستقبل باهر ومشرق طيب يبقى وسائل السداد اولهم السداد النقدي السداد النقدي السداد النقدي لازم مقابل ايصال اي خدمة بدفع مقابلها نقدا لازم اخد ايصال بيثبت ان دفعت انا اشتريت بضاعة من واحد وليه عندي فلوس انا تاجد وهو تاجد وجد دفعت له تمن البضاعة بعدها بخمسة ايام او باسبوع ايه اللي يثبت ان انا دفعت لازم يديني ايصال لازم يديني ايصال لو ما اخدتش الايصال يبقى انا ما دفعتش فلوس واضح؟ طبعا لو انا بدفع اه تمن خدمة معينة لازم يديني ايصال اه اشتراك النت دفعت اشتراك النت الشركة تديني ايصال المصروفات بتاعتك في المدرسة دفعتهم الشخص اللي استلم منك الفلوس لازم يديني لك ايصال اذا الايصال هو المستند الدال على سداد مبلغ نأدي وقلنا الدفاتر المحاسبية عشان نربط العمليات ببعضيها الدفاتر المحاسبية لو في نأدا لازم اكتب رقم الايصال بتاع العملية اللي خلتني اسجلها في دفتر اليومي واضح؟ يبقى اول وسيلة من وسائل السداد النقدي هي الايصال استلام النقدية في وسيلة تانية للسداد ايوان نقدي في وسيلة تانية للسداد النقدي اللي هي الشك مستر الشك او الشيكات وسيلة سداد نقدي اه يا مستر بس احنا نقدا دي كانت غير بشيك عم يقول لي نقدا عملية تمت نقدي غير العملية اللي تمت بشيك تمام بس احنا بنتكلم ان سواء دفعت نقدا او دفعت بشيك فلوس حضرتك استلمتهم في نفس الوقت يعني انت الدين اللي ليك حضرتك حصلت عليه وخدت فلوسك يبقى الشيكات من وسائل السداد النقدي دي معلومة نحتفظ بها في دماغنا كده علشان نبقى فاهمين ان وسائل السداد النقدي حاجتين السداد نقدا مقابل ايصال والسداد بشيكات وهنشوف انواع الشيكات انتفقنا نبدأ نستعرض نشوف التعريف والاطراف والتفاصيل الخاصة بالايصال بالكامل نبص كده مع بعض على اللاب بتاعنا وسائل سداد الديون طرق السداد نمبر اي كاش بايمنت مينز طرق السداد النقدي طرق السداد النقدي اول وسيلة من وسائل السداد النقدي نمبر اي كاش ريسيت كاش ريسيت وجي البي اللي انا قلتلك مش هننطقها جي جي كده مش هتتنطق يبقى ده اسمه ايه ري سيت اختصاره قدام عينيكه ار اي سي تي ده اختصار لكلمة ري سيت ايه هو الديفنيشن او التعريف بتاع الكاش ريسيد الدفينيشن. it is a written document. مستند كتابي. from the creditor. اللي هو الدائن. to the data. لمين? للمدين. to receive cash. بيدل على اني ابطت او استلمت منك مبلغ مقضي. يبقى تاني الايصال. ورقى مكتوبة. الايصال ده فعلا مستند كتابي. ورقى مكتوبة. مين اللي ادها المين. اللي قبض فلوس هو اللي بيديها للي دفع الفلوس. اللي قبض الفلوس اللي هو coeditor. coeditor اللي هو الدائن. مين الدائن ده؟ الدائن ده هو البائع. الدائن هو البائع. الدائن هو البائع. ما ننساش. المدين. المدين هو المشتري. يبقى عايزين كده نربط في دماغنا مصطلحات ببعضيها. الدائن هو البائع. اللي ليه فلوس. المدين هو المشتري. اللي عليه فلوس. خلاص كده. تمام. الجزء اللي جاي بيتكلم عن دول اطراف الايصال. واضح ان اطراف الايصال طرفين. اطراف الايصال طرفين. الطرف الاولاني هو الكردتور اللي هو السيلر. مين هو الكردتور او السيلر? ده اللي بيقبض. النقدية. وده اللي بيوقع او بيمضي على الايصال. ده اسمه ايه? اسمه كردتور. مين التاني? التاني هو الداتور. مين هو الداتور? ده الباير. اللي هو? اللي هو المشتري او المدين. ده بيعمل ايه بقى? ده اللي بيستلم الايصال. وده برضو هو اللي دفع المبلغ النقدي. واضح? يبا احنا لما نتكلم عن اطراف الايصال? هنلاقي الايصال لطرفين. واحد بيقبض فلوس وواحد بيدفع فلوس. اللي بيقبض الفلوس هو البائع او الدائن. اللي بيدفع الفلوس هو المدين او المشتري. اللي قدامنا ده يا شباب هو الموضل اف كاش ريسيت. ده الشكل بتاع الايصال. ده شكل الايصال. اول حاجة بحط الكريدتورز نيم. ده اسم الدائن. الدائن اللي هو البائع اللي قبض الفلوس. ادرس اند تاون. هنحط كمان العنوان والمحافظة بتاعته البلد. بياناته. تليفون. فاكس. ايميل. دي بيانات الكريدتور او البائع. بعد كده بنحط ريسيت نمبر. ريسيت نمبر ده رقم الايصال. وصدها على طول بنحط الديت. اللي هو التاريخ. ده تاريخ تحرير الايصال. جملة سبتة. ريسيفد فرام. ريسيفد فرام معناها استلمنا من. ودي بنحط بعدها داترز نيم اسم المدين. بعد كده بنقول the sum of. مبلغا وقدره هنا بفقط المبلغ وبكتبه in words. بعد كده كلمة فور. فور جي. بحط قصادها يا شباب. ريزون اف بايمنت. اللي هو سبب الدفع. انا بحط هنا انا دفعت فلوس لي. بتاعة ايه الفلوس اللي انا دفعتها? واضح? بعد كده بنحط مربع جواه كلمة اي جي بي. وبكتب المبلغ بالارقام. والاستاذ اللي استلم الفلوس وحاطت اسمه في بداية الكاش ريسيت. هيوقع في نهاية الكاش ريسيت. سينيتشر. اف كرادتور. دي. الموديل. اف كاش ريسيت. بص على اكزامبل نومبر وان. لديك البيانات الاتية. مجيني بيانات. كرادتور. تكنيكال كامباني. تان. روكسي. سكوار. كايرو. مجيني كمان اسم المانجر. احمد سامي. ومديني بيانات الشركة. تاليفون. اند فاكس. رقم التليفون ورقم الفاكس. وكمان موجود الايميل. ومدين الداتور اللي هو المدين تامر يوسف. فين بيانات الداتور? لا. حضرتك كده بقى نسيت وما خدتش بالك. اللي انا محتاج بياناته كاملة? هو اللي ابض. هو اللي هيكتب الايصال. اللي دفع ده انا مش عايز غير اسمه فقط. مش عايز حاجة غير الاسم. واضح? نكمل البيانات. سم ده المبلغ بتاعي. المبلغ بتاعي اي جي بي سيكس تاوزند اي جيبشين باوند. ده اف بايمنت. ده التاريخ اللي دفعنا فيه. اوغست سكس تينث تونتي تونتي سبب الدفع. ده كده سبب الدفع ان في فاتورة عليا كنت واخد بيها بضاعة من حضرتك ودفعتلك تمنها نقدا فانت حضرتك كتبت ايصال وديت ده رقم الايصال. يبقى هو ما اتكلم على الايصال اداني رقم الايصال. يلا نبص على الايصال. كالعادة بيانات الايصال. في البداية هو الشخص الدائن البائع اللي قابض فلوس. سميه بقى زي ما انت عايز. خلاص? اتفقنا? طيب. تكنيكال كامباني. ده اسم الشركة. تان روكسي سكوار كايرو. ده عنوان الشركة. تليفون ده رقم التليفون. فاكس ده رقم الفاكس. ايميل. وكل البيانات دي كانت موجودة في التمرين. رقم الايصال. رقم الايصال كان موجود في المطلوب الف متين واثناشر. الديت. التاريخ. وصدها على طول. هنحط الديت. اوجست سكستينث تونتي تونتي وان. استلمنا من. وبنحط اسم الداتور او المشتري مدين تامر يوسف. مبلغا وقدره. وانفقت المبلغ. المبلغ كام كان ستة لاف. ده سبب الدفع. مين اللي هيوقع في النهاية؟ احمد رامي. ده المانيجر او ده مجير الشركة بتاعي. يبقى ده كده الكاش ريسيد. نبص كده على اكزامبل نمبر تو. بيانات سلر البائع. ابدالرحمن ابراهيم. عنوانه سيفنتي سيفن فيصل ستريت جيزة. تليفون موجود رقم التليفون. فاكس موجود رقم الفاكس. الباير او المشتري. هسام هاسن. تن دقي ستريت جيزة. تليفون اند فاكس. نخلي بالنا بقى. اداني عمليات تمت خلال شهر تسعة. ده شهر تسعة يعني فوق مكتوب مارش لكن هو العمليات ظهرة في شهر تسعة. طبعا شهر تسعة ده اللي هو شهر ايه يا شباب؟ شهر سبتمبر. تمام. اداني عمليات مكونة من ديبت بالانس. كمان انفايس. كمان ديبت نوت. كمان كاش. بعد كده في انفايس. بعد كده في الشاك. وبعد كده في كريدت نوت. ايه المطلوب مني؟ تمام المطلوب من ديبت نوت 700 اكتوبر 1-2021. يبا او عايز كشف الحساب. عايز ايه كمان؟ اعايز نومبر 2. the cash receipt. عايز الايصال. رقم كامل ايصال. number 100. dated اكتوبر 5-20-21. to settle the balance deal. كشف الحساب. متذكرينه. ولسه عاملين كشف الحساب في الحلقة السابقة. متكلمين عليه بالتفصيل. يلا نبص على كشف الحساب. اول حاجة بنحط بيانات البائع. عبدالرحمن ابراهيم. ده اسمه. سيفنتي سافن فيصل استريد جيزة. عنوانه. تليفون. رقم التليفون. فاكس. رقم الفاكس. الديت كمان اكتوبر فرست. 2021. statement of account number. رقم كشف الحساب. رقم سبعمية. بعد كده بنحط بيانات البائع. هسام. هسن. اسمه. تن. دكي. ستريد. جيزة. ده اخر يوم في شهر تسعة يوم تلاتين تسعة. نكمل. بعد كده العمليات بتاعتنا اللي تمت خلال المدة. هننقل الديت. تواريخ بالكامل. هتتنقل في الخانة الاولى. الايتمز. ده بيان العملية اللي تمت سواء عملية مدينة او دائنة في نفس الخانة. دبت. ده خاص بالعمليات المدينة فقط. كردت. ده خاص بالعمليات الدائنة فقط. ده ده صيد اللي بستخرجه بعد كل عملية. سواء مدينة او دائنة. خلاص? نبص على الداتة بتاعتنا. عشان نحسب الارقام الخاصة بالستيتمنت اوب اكاونت. ادي. خانة الاولى. ديت. خانة التانية الكبيرة اللي بنحط فيها. بعد كده تلات خانات للارقام المبالغ بتاعتي. خانة للديبت. وخانة للكريدت وخانة للبالانس. دول الخانات الاساسية بتاعتي. طبعا لما بعمل لكم كشف الحساب بعمل لكم الجزء العملي فقط. لان الجزء النظري ما فيهوش حاجة تستدعي ان احنا نعمله بادينا جو الحلقة. لكن جي بيانات انا بنقلها من التمرين فقط. وبحط البيانات في اماكنها. ده الجزء العملي من اللي بيستدعي ان انا احلهولك بالجزء ده. عشان ما لاقيش حد بيعمل في الامتحان. الجزء اللي انا بعمله في عداتة فقط. يعني الجزء اللي انا بشرحولك على الورق ده. علشان ما يبقاش عندك مشكلة. ان فيه ارقام انت مش عرف جات منين. انا بحللك الجزء العملي فقط لكن كشف الحساب زي ما قلنا في اول حلقة اتكلمنا فيها عن كشف الحساب هو مستند على بعضه. ما ينفعش افصل جزئين عن بعضيهم. عشان فيه طالب ممكن يجي في دماغه ان المستر عمل الجزء ده فقط اللي فيه والايتمز وايه والكريدة والبالانس. لا طبعا. كشف الحساب مكون من جزئين تحت بعضيهم في نفس الورق اف نفس المستند. بحاول اكبر لك الخط عشان حضرتك تبقى شايف كويس. الجزء العملي اللي بيتحسب هو بس اللي انا بحلهولك بادينا كده عشان تبقى عارف اه السؤال ارقامه بتيجي منين وتحلت ازاي? خلاص? نبص على الداتا بتاعك. اول خانة فيها الديت. او الخانة فيها الديت. الخانة التانية فيها الايتمز. بعد كده عندي ديبت. وبعد كده عندي كدد. وبعد كده عندي بالانس. دي الخانات الاساسية بتاعتنا. ننقل التواريخ في اول خانة. ماشي واحد تسعة. عملية التانية خمسة تسعة. بعد كده تمانية تسعة. اتناشر. تسعة. تمنتاشر. تسعة. خمسة. وعشرين. تسعة. سبعة وعشرين. تسعة. جي الايتمز. ضد عليها. اول واحد لازم يكون ديبت بالانس. ديبت. بالانس. التاني. انفايس. التالت. ديبت. نوت. اللي بعد كده عندي كاش. بعد كده عندي انفايس تانية. بعديها فيه الشك. اخذ حاجة عندي كريديت نوت. حد فاكذ. هنعلم على العمليات المدينة. هنعلم على العمليات المدينة. جي عملية مدينة. ودي عملية مدينة. ودي عملية مدينة. ودي عملية مدينة. كده انا علمت على العمليات المدينة فقط. معلمتش غير على العمليات المدينة. خلاص. العمليات اللي انا علمت عليها يتحط رقمها في اول خانة. خانة دي. اللي انا معلمتش عليهم اتحط الرقم في تاني خانة. اللي هي الخانة دي. كلام ده ما يتنسيش يا شباب بعد اذنكم. ننقل الارقام اول واحدة عشر تلاف. التانية بسبعة تلاف. تالت رقم بخمسمية. الكاش بالفين. بعد الكاش في انفويس بستة تلاف. بعد كده في شك بتلات تلاف وخمسمية. بعد الشك في كريدت نوت بتلتميت جنيه. يلا نجيب الارصدة. هنجيب الرصيد منين? اول واحد هينزل بنفس الرقم. عشر تلاف. اي رقم في المدين? هنجمعه. اي رقم في الدائن? هنطرحه. هننساش. اي رقم في المدين? هيتجمع. اي رقم في الدائن? هيتطرح. خلاص? طي. سبعة تلاف في المدين. عشرة. زائد سبعة. سبعتاشر الف. سبعتاشر الف وفي عملية مدينة بخمسمية. هتزيد. تبقى سبعتاشر الف. وخمسمية. اللي جاية دي عملية ايه? عملية دائنة. تعمل ايه? نقص. يعني هدلوقتي. السبعتاشر الف. وخمسمية. هينقصوا. هينقصوا كام? الفي. هيبقوا خمستاشر الف. وخمسمية. نرجع نزود عليهم ستة لاف. يبقوا واحد وعشرين الف. وخمسمية. هنقص منهم تلاتة لاف وخمسمية. تلعوا لي تمنتاشر الف. ننقص منهم تلتمية. سبعتاشر الف. وسبعمية جنيه. واجي الخانة. اللي بتتقفل. حد فاكر بنقفل ازاي? هنجمع. نجمع دول ونجمع دول. اوع حد يجمع للرصيد. اوع لقي طالب او طالبة بيجمع للرصيد. الارصدة ما بتتجمعش. ما فيش رصيد بيتجمع. خلاص? طيب. دول سبعتاشر تلاتة وعشرين الف وخمسمية. ودول خمس تلاف وتمنمية جنيه. اعمل ايه? اناقص. طلع لي كم? سبعتاشر الف. وسبعمية. لازم يكون. قد الرقم ده. اكتب هنا ايه? اول كلمة. ديبت. بلانس. بس المرة دي كارت فورورد. طبعا هنا بيبقى بروت فورورد. لكن ده كارت فورورد. يبقى امتى? اخر يوم في شهر تسعة. اخر يوم في شهر تسعة. يوم تلاتين تسعة. واضح? نخلي بالنا من الرقم ده يا شباب. لان الرقم ده مرتبط بكشف الحساب. ده رصيد كشف الحساب. وده اللي هيجيب لي على الايصال بعد شوية. لشان لما يجيب لي الايصال بعد شوية. ابقى عارف هو بيتكلم عن ايه? وعارف بيانات الايصال هجيبها منيه? اتفقنا? نرجع لللاب بتاعنا? ونبص على التقفيل بتاع الستيتمنت او اكاونت. نبص على اللاب. ها? نبص على اللاب بتاعنا. طيب. نبص هنا تاني. يور دبت بلانس رصيدك المدين يوم تلاتين تسعة الفين واحد وعشرين. ايز اي جي بي سبعتاشر الف وسبعمية. سبعتاشر الف وسبعمية جنيه. ده بسيط النهائي لكشف الحساب. تمام? نبص يا جماعة بعد اذنكم على اللاب. ننقل على اللاب يا جماعة بعد اذنكم. تمام? شكرا. آآ نبص تاني على التقفيل تلاتين تسعة ده دبت بلانس كارت فورورد تلاتة وعشرين خمسمية مجموع المدين خمسة تمنمية مجموع الدائن الفرق بينهم سبعتاشر الف وسبعمية جنيه يور دبت بلانس رصيدك اخر يوم في الشهر تلاتين تسعة ايز اي جي بي سبعتاشر سبعمية وهنا ما فيش تفقيطة للمبلغ في الاستيتمنت او اكاونت. معدى السهو والخطأ. مين اللي بيوقع? سيلر سيلرز نيم. عبد الرحمن ابراهيم. هنبص في لحزة بس على المطلوب بعد اذنكم. المطلوب التاني. ايه هو الكاش ريسيد? الايصال. رقم كامل الايصال 100. الايصال ده رقمي. اكتوبر 5 2021. سدادا للرصيد المستحق. عشان كده قلت لك خلي بالك من الرصيد الاخراني هنا. خلي بالك من الرصيد الاخراني ده. الرصيد الاخراني ده هو الرصيد المستحق. هو ده الاسم الرصيد المستحق. حسابك كام يا استاذ? حسابك 17700 جنيه. دول هندفعهم نقدا. مين اللي هيدفعهم? المشتري. هيدفعهم نقدا? اه. لمين? هيدفعهم نقدا? للبائع. طيب. هيدفعهم نقدا يوم كام? يوم خمسة اكتوبر عشرين واحد وعشرين. نبص على الكاش ريسيد. في بداية الكاش ريسيد نحط البائع. لانه والله ابض الفلوس. كاش ريسيد عبدالرحمن ابراهيم. عنوانه سافنتي سافن فيصل استريت جيزة. تليفون. اند فاكس. رقم تليفون ورقم فاكس. في الوسط تعريف المستند. ده ايه? المستند اللي انا بعملولك ده عبارة عن ايه? ده كاش ريسيد. مكتوبة باللون النحاسي اللي في النص. رقم الايصال رقم مية. اليوم اللي دفعنا فيه الفلوس كان يوم اكتوبر خمسة عشرين واحد وعشرين. نحط بعدها اسم المشتري. هسام هسن. اه. واعتو يا استاذ انت وهو. تفقيطة المبلغ. انا مش عارف تفقيطة المبلغ بتزعله منها ليه? لكن انا هفضل وراكم لغاية ما تبقوا متميزين في تفقيطة المبلغ. بالانجلش. انا عندي طلبة فيه طالبة مبارح بتقول لي يا مستر انا بفقط المبلغ بالانجليز ان ببعرفش افقطه بالعربة. ما شاء الله. يعني احنا كده اه مستوانة في الانجلش اصبح متميز كمان وبنفقط المبالغ الانجلش ببساطة. طيب. سيفنتين ثاوزند. سيفنتين ثاوزند. كم دول? دول سبعتاشر الف اند سيفن هندد اجيبشيان باوند. دول اه سبعتاشر الف وسبعمية. نفقتهم تاني كده. ها سيفنتين ثاوزند اند سيفن هندد اجيبشيان باوند. فول. اه استنى بس استنى. بتدفع ايه? بدفع حساب الرصيد المدين بتاع كشف الحساب بتاعي. ان كلمة بيجي لي بعديها سبب الدافع. كلمة دي بيجي لي بعديها السبب اللي انا بدفع عشانه الفلوس. يبقى ايه? مين اللي هيوقع تحت? عبد الرحمن ابراهيم وده هو صاحب اه المحل لانه وطبعا دي مش شركة ده محل وبالتالي صاحب المحل هو اللي هيوقع. لو كان شركة كان مدير الشركة هو اللي هيوقع. طيب قبل ما نتكلم عن الشك عايزين ندرجش مع بعض. لحظات عن الايصال قبل منسيب الايصال خالص? اه مش عايزين الايصال كمستند يبقى فيه مشكلة بالنسبة لنا. الايصال ورقة مكتوبة مستند كتابي. مين اللي كتبه? الباقع. ادال مين? للمشتري. ليه? عشان دفع له مبلغ انكاش. اداله مبلغ نقدا. المبلغ اللي نقدا ده لازم يتم اثباته. اثبت ازاي ان انت دفعتني نقدا. اتجيك ايصال. مين اللي بيتجيك الايصال? اللي خد الفلوس. مين اللي خد الفلوس? الباقع. ليه اسم تاني? الدائن. ما هو الباقع? لو بعلي بضاعة ومدتوش ثمنها في ساعتها? اصبح هو راجل دائن. دائن يعني لي عندنا فلوس. زي المصطلحات في المحاسبة المجينون والدائنون. المجينون الناس اللي بيبقى لينا عندهم اي مبالغ مستحقة والدائنون الناس اللي ليهم عندنا مبالغ مستحقة. فبالت دائن هو اللي ليه فلوس. مين اللي ليه فلوس? الباقع. مش عايزين ننسى الكلام ده. انتفقنا? يبقى الباقع. بيبقى ليه مبلغ مستحق. لو خد فلوسه نقدن لازم يكتب ايصال ويدهولي. عشان ما اتلغبطش في الايصال هنقول علامة مميزة صغيرة جدا ما ننساهاش. انا لما رحت دفعت اشتراك النت. في واحد خد مني فلوس? والدالي ايصال. يبقى مين اللي بيكتب الايصال اللي قبض الفلوس? مين اللي بياخد الايصال اللي دفع الفلوس? ما ننساش. عشان ما احنا بنحط البيانات لو حطينا حاجة ما كان حاجة تانية الايصال بيانات وهتبقى خاطئة. مش عايزين نغلط واحنا بنعمل الايصال. بيانات الايصال بسيطة. في كلام سابت هيجي لي مكتوب وانا يا دوبقى هكمل البيانات بتاعته. زي ما شفنا الموضل اف الكاش ريسيت. شكل الايصال كان واضح تماما بالنسبة لي. اعتقد الايصال ما فيش فيه مشكلة. زي ما شفنا مسالين اه للايصال. خدنا مسال الايصال لوحده. ما كانش معاه اي مستند تاني. كان فيه تمرين تاني. كان فيه كان فيه كاش في حساب. وكان جايلي معاه الايصال في نفس التمرين. ده بالنسبة للكاش ريسيت. وسيلة السداد النقدي التانية هي الشك. الشيكات. الشيكات بتميز شخص بيدفع المبلغ اللي عليه في صورة نقدية لكن مش كاش. باي شك. الشيك ده بيوفر علي ان انا احمل مبالغ نقدية كبيرة. فيه ملحوظة بسيطة. لما نيجي نتكلم عن الشيكات بالتفصيل. هنلاقي ان فيه شيك عادي. وفيه شيك مصرفي او شيك البنكي. الاسمه البنك شيك. شيك العادي لازم انا كشخص يبقى لي حساب في البنك عشان اقدر اكتب شيك. البنكي مش هيجيني دفتر شيكات اساسا الا لو انا لي رصيد في البنك. يبقى مش اي حد يبقى معا دفتر شيكات. معاك دفتر شيكات يبقى انت ليك حساب جاري في البنك. مش عايزين ندخل في انواع الحسابات اه لكن لو لي رصيد في البنك من النوع الجاري البنك بيسلمي دفتر شيكات ان ساعتها بيبقى من حقي ان انا اكتب شيك والجيل واحد سدادا لاي دين مستحق عليه. طيب الشركات والمنشآت عموما بتلجأ ان هي تشيل مبالغ نائدية محدودة في خزينة المحل. ولو في ارصدة كبيرة بتبقى في البنك. الخزينة بدفع منها المبالغ القليلة. لكن لما المبلغ كبير او المبلغ مش متوفر معايا عند آآ الخزينة ببدأ ان انا الجأ للشيكات فبكتب شيك وبدهولك تصرفه من رصيد في البنك وده بيبقى سداد الدين المستحق عليه. اتفقنا? يبقى الشيك وسيلة سداد نقدي زيها زي الايصار. لكن الشيك بيتم صرفه من البنك. طب حضرتك ملكش رصيد في البنك. ينفع. تجيب شيك? ينفع? يبقى معك شيك? تكتب شيك? اه ممكن اشتري بقى الشيك من البنك. اللي اسمه البنك شك. اللي هو الشيك المصرفي او الشيك البنكي. الشيك المصرفي ده ان انا ما معايش رصيد ما عنديش رصيد في البنك. وعايز ادفع له واحد فلوسه بشيك. ادفعها له ازاي? اروح الشيك بخمس تلاف جنيه. ادي للبنك الخمس تلاف جنيه واقوله اديني بيهم شيك. يبقى انا بالزبط كده اشتريت الشيك من البنك. لكن الشيك العادي لا. ده انا لي رصيد وبصرف من رصيدي. ده بالنسبة للشيك العادي. الشيك العادي. مين اللي بيكتبه? احنا عندنا طرفين. واحد بيقبض. واحد بيدفع. اطراف الشيك هنلاقيهم تلاتة مش اتنين. في شخص عليه دين معين. اللي هو المشتري او المدين. وفي واحد ليه فلوس عنده. اللي هو البائع او الدائن. اللي هيكتب الشيك هو اللي عليه الدين. انا علي يدين. فهكتب شيك. هديه للدائن اللي ليه عندي فلوس. اللي بيكتب الشيك اسمه الساحب. واللي بياخد الفلوس البائع او الدائن اسمه المستفيد. مستفيد اللي بيقبض. انا لما ادينه الشيك هيروح يصرفه منين? من البنك? البنك ده اسمه المسحوب علي. يبقى بعد لحظات لما نشوف اطراف الشيك هنلاقيهم تلات اطراف ساحب مسحوب عليه والمستفيد. دي كانت مقدمة بسيطة عن الشيك. تعالوا نبص على الشيك كتفاصيل اكتر. نبص على اللاب يا جماعة. ها? نجيب اللاب. ادي الشيك. اللاب. ها? نبص كده على تعريف الشيك. نجيب اللاب يا جماعة بعد اذنكم. ادي الشيك. قال للاول there are there are two types of check. there are two types of checks. اول نوع personal check. شيك الشخصي. is a check from the client check book. يبقى ال personal check شيك الاسمي او الشيك الشخص ده شيك الشخص اللي بيكتب الشيك لرصيد في البنك. وبيبدأ انه هو يكتب شيك ويسد بيه اي دين مستحق عليه. كم? نوع التاني bank check. ده الشيك البنكي او الشيك المصرفي. is a check from the bank check book. ده بقى ليه علاقة بضفتر شيكات البنك. واتفقنا ان الشيك العادي الاولاني اللي فوق الشيك العادي ال personal check. ده شيك لعميل يملك حساب جاري في البنك. نوع التاني البنك لعميل. اه ملوش اي حساب في البنك وبيدفع تمن الشيك او بيبدأ ان هو يسد قيمته للبنك ويشتري الشيك. كده احنا خدنا اه مقدمة بسيطة عن الشيك. نتكلم عليه بالتفصيل بامر الله في الحلقة القادمة. كده اه وقت الحلقة بتاعتنا انتهى. نشوفكم بامر الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.